بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي ان شاء الله اليوم رح نتكلم عن قسيل اليد والبكتيريا ايضا البكتيريا خطر يهدد سنامة الانسان ويستهدف الجلد بشكل رئيسي وتسبب كثير من الامراض وبعد تجارب ودراسات طويلة توصل العلماء الى حقيقة طبية تقول ان قسل الايدي بانتظام عدة مرات كل يوم يسهم في وقاية معظم البكتيريا الضارة صراحة ما نقول له سبحان الله الذي شرع لنا الوضوء خمس مرات كل يوم وهذا نحافظ على صحتنا يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا ايه الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاقسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين سورة المائدة آية 6 فالوضوء وقسل الايدي بانتظام يزيل هذه الجراثيم والبكتيريا ويقيد انسان من امراض كثيرة اكثرها جلدية والله اعلم